احتفلت كنيسة السيدة العذراء للأقباط في عمان بعيد البابا كريلوس وبالعيد الثاني والثلاثين للرسامة الكهنوتية للقمص أنطونيو الصبحي حنة راعي الكنيسة بمشاركة عدد من الأباء الكهنة والشمامسة وحضور جمع كبير من أبناء الرعية في الأردن وقد سبق الاحتفال الذي أحيته جوقة كورال بارثينوس إقامة قداس إلهي ترأسها قدس الأب أنطونيوز بحضور حج كبير من المؤمنين وفي عدد القداس عبر الأب أنطونيوز عن شكره لكل من رافقه في مسيرته الكهنوتية ولكل من حضر هذه الاحتفالية